شفت تويتر عمر أديب؟ غريبة جدا بس خلي بالك هي مش غريبة قوي لأنها تتطفق مع الكلام اللي طلع قاله في أول لقاء ليه لما كان في لندن كهي سجد ما ده كان كلام غريب برده بالضغط طيب هو كلام غريب وده كلام غريب ما هم اتطفقين مع بعض الكلام الغريب اللي أقولك إزاي؟ هو عمر أديب لما جيه وتكلم وقالك الانتخابات ومرشحين الرئاسة ومش عارف ايه والكلام ده وقالك لو انت شايفه كويس أنا مش هقولك قالك نصا قالك أنا مش هقولك ادي صوتك لمين؟ انت حر لو انت شايف ان الراجل اللي معانا ده كويس لا بدأ بالعكس لو انت شايف انه هو سبب المشاكل والبلاوي اللي مصر بقت فيها ما تديروه صوتك لو انت شايف لا والله ده عمل انجازات وعمل مش عارف ايه وعايز تديرو فرصة تانية يلا انا مش هقولك اختار مين ولا هقولك ادي صوتك لمين؟ انا نفسي ممكن ادي صوتي لواحد في اخر الصفوف ورا خالص واحد فارس في اخر الصفوف خالص ممكن اروح ادي صوتي انت القرار عندك طيب ايه بقى ما فهمت ليش لس حاجة على الانتك؟ طيب خلاص مش هو قال كده؟ قال كده ايه انه هو صوته ممكن ما يبقاش للسيسي بوضوح وبيشجع كمان انه ممكن يدي صوته الواحد لفارس جاي من خلف الصفوف مين الفارس؟ مناش دعو مين الفارس؟ معلينا مين الفارس؟ هنا بقى لما يروح يتكلم ويقولك اهم حاجة اهم حاجة نصيحة اليوم وكل يوم حتى نهاية فترة تلقي الاوراق لا تؤجل توكيل اليوم الى الغد التوكيلات يا سادة هتحدد شكل الانتخابات ومصرها كله ونصيحة اخرى اجمع توكيلات بزيادة حبتين فقد يتم رفض بعدها لأسباب قانونية هو بيكلم مين؟ بس بيكلم مين؟ بس بيكلم مين؟ بس هي هنا بقى الحكام هو حط الزتون يا جماعة هو الراجل عمر هديد ده احنا هتكلمنا فيه كتير الحياة مش الهوة هو مش بيكلم مع الهوة يا جماعة وما بيحطش كده كلام عبيض هنا مش بيكلم على اجمع توكيلات بزيادة شوية عشان يترفضوا مش بيكلم على توكيلات السيسي اللي دخلت على خمسة مليون هو مش بيحتاج توكيلات اصلا لانه هيجيب عشرين كنت هقول لفظ مش كويس عشرين واحد مشيها واحد من اللي محسوبين في البرلمان وخلصت هو هنا يتحدث الرسالة لدعم لأحد الأشخاص بعينهم الذي يعاني من تضييق في التوكيلات اقول لك ازيدك من الشاربين؟ قول يا ست ده مش كلام احمد التنطاوي ده كلام عمر اديب ده مش كلام عمر اديب عن احمد التنطاوي ده كلام توركي الشيخ اللي هو بيجدد مع العقد قال له انت صناعة صعودية يا عمر تقول اللي احنا عايزينه ايه فعمر اديب يعني انت عايزة تقول ليه ان احمد تنطاوي ده راته عنده دعم سعودي؟ على الأقل ما عندهش رفض سعودي على الأقل ما عندهش رفض سعودي في فرق هو دلوقتي انت عايز تقولي دعاء اعماء دعاء اعماء اعتبر دواء انا ما عنديش مصادر ومعلومات ما تبصليش البصة دي انا مزيك انا ما عنديش مصدر خاص اصلاقي عادي ساكر والناس مش عارفة لا 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 انا بفكر معك بصوت عالي انا بفكر معك بصوت عالي لا اصلاق ده جملة بص يا شباب الجملة واضحة الجملة واضحة هنا احنا متفقين على دي ان الجملة هنا موجهة لطنطا حلو كلمة عشان بس ايه ملعبش في الكلام احنا هنا بنلعب على المكشوف هنا الراجل بيوجه نصيح التوكلات بيقول لهم زودوا شوية لان انا طلعت في فيديو حسب معلومات واصلتني اكيد عرفتي معلومات واصلتني انا طلعت على فيديو تويتر قلت يا جماعة هيدربوا لكم توكلات مزورة عشان يحبسوك يا تنتوي زي ما حبس الدكتور ايمان نور ادي عندنا كده اتفاق في نقطتين ان التوكلات ممكن يبقى فيها مشكلة ادي واحد فالراجل هنا بيكرر نفس الكلام اللي عمدل بقى شوفوا طرفه ايه النقيق عمدل بحير وعمر قديد اتفق بحاجة سبحانك يا رب سبحان الله ام لأ انت ما اتفقتش مع عمر قديد انا 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 اتفقت مع الوارى عامر قديد انا اتفقت مع المشغلين والله مع السؤاليين كمان خليني اتكلم بصراحة عمر قديد احنا نطفق نختلف معاه هو مش مجرد اعلامي ده ورقة سعودية واجهها مهمة بالضبط ومش هيطلع يقول كلام من الهواء ومش هيطلع يكتب تغريدة زي دي ولا تويتة زي دي وهو عارف انه ممكن يكون لها اثار وتبعيات سلبية كتير عليه لكن هو بيتعامل انه محمي انا اعلام نظام تاني انا ولم حصلت الخناءة بينه وبين الاعلاميين المصريين مش طلعوا ردحولوا وقالولوا يا بتاع يا اجندة سعودية ويا سامسونج السعودية والكلام ده وان كان عمر اديب هو بيشتغل مع السامسونج بيشتغل مع الايفون بيشتغل مع الايباد بيشتغل مع اي نظام يقبضوا ويملي انا بس ربطت صور ومشاهد عمر اديب اللي طلع هاجم النظام من لندن عمر اديب اللي قعد مع تركي الشيخ وهم بيجددوا العقد بتاعه وقال له انت صنع سعودية يا عمر وتطلع تقول اللي احنا عايزينه اللي احنا عايزينه هو نفسه عمر اديب اللي طلع اول لما جي مصر قالك قضو على الحياة السياسية ومصر ما فيهاش احزاب ومصر ما فيهاش ديموقراطية هو اللي طلع بيوجه نصيحة النهاردة لأحمد التنطاوي وبيقول له جمع توكلات بزيادة مين تاني بيجمع توكلات غير احمد اللي بالك انه بعدت نصيحة امبارح او اول امبارح للنظام وقال لهم افتحوا الباب للتوكلات عيب فانا انا بالنسبالي ما تبصليش انا بالنسبالي مجرد كراءة للمشهد ما يغرقوش شوية الكيوت دولة ده دمراها دواهي بس ما علينا انا مجرد كراءة للمشهد فقط لغير انا هعتبر ان هذا الوجه الكيوت المصدر ليكو تماما وهي انا هكرا انا مش بواجهين انا بواجه واحد لأ واجه خافي مش وجه انا بواجه واجه خافي لكن الحقيقة واضحة جدا عشان كده بقولكو هيبقوا مرتبكين لانه فيه لسه جيم فيه جيم بيتلعب لسه هيبقوا مرتبكين قلينا ما نستعجلش وما نجديش احكام مصبقة واحنا هنا دورنا الحقيقة دور الاعلام هو العرض والتوضيح والتحليل الرؤية لكن مش هندي احكام مصبقة خالص الجيم احنا النهاردة لسه كان بكرة 30 سبتمبر كل سنوات وطيبين قدامنا على 10 ديسمبر اللي هو موعد اجراء اول يوم في الانتخابات البدنجانية دي لسه قدامنا 41 يوم ياه ياه ده زمن ما تستعجلوش بس خلينا الرائب واهم حاجة نتفق عليها هو احياء الامل شعار حمل التنطاوي والدور اللي احنا بنقوم بيه اوعى اوعى يقتلوا الامل في قلبك اوعى يصيبوك بالاحباط واليأس المحبط واليأس اقل ما يعانيه والاكتئاب وقد يصل بيه للانتحار مش لازم الانتحار انه يرح يرمي نفسه قدام المتر والانتحار انه ما بيبقاش عايش يبقى بيقض يوم بيوم مسخ فما كانش يبقى جواج امل هو الامل اللي بيديك قدرة على انك تواصل الحياة النهاردة الفيديوهات اللي شفتها دي والله النهاردة فعلا جددت فيها وفي مصريين كتيرة جدا الامل الحقيقة